بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطلبات المدارس السنوية الزراعية التعليم القائم على الجدارات أهلا بكم في لقاء جديد ومتميز مع طلبة الصف الثالث برنامج فني انتاج محاصيل الحقل إن شاء الله لقاءنا النهاردة حيبقى لقاء مختلف حيث هيتم فيه التدريب على تقييم وحدة من الوحدات الخاصة اللي احنا درسناها اللي هي وحدة إنتاج محاصيل إنتاج السكر اللي هو محصول بانجر السكر ولما بقول أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث أما بقول التقييم أو التدريب على التقييم يبقى هنا لازم تفهم كويس جدا إنك إنت هتبقى مطالب بإنك إنت تقدم أدلة تعلم هذه الأدلة علشان تثبت بيها إنك إنت طالب جدير طب جدير في إيه؟ خلاص بقى عرفنا جدير في المدارس معايير الخاصة بالمخرج أو جدير في المخرج أو جدير في الوحدة أو جدير في وحدات البرنامج الكامل لإنك إنت وصلت لسنة ثالثة يبقى هنا لما أجأ أقول لك النهاردة حلقة اليوم التدريب على تقييم الوحدة يبقى لازم تكون فاهم وواعي كويس إن أنا أقصد إن أنا حنخضعك لعملية تقييم للمعايير اللي إحنا استعرضناها في حلقاتنا السابقة الخاصة بتطبيق الممارسات الزرعية في إنتاج محصول بنجر السكر وهذه المعايير إحنا عرضناها عليك ولكن قبل أن ندخل في التدريب على تقييم هذا المخرج لازم أستعرض معاك معييرين مهمين جدا من المعايير الهامة التي يتوقف عليها كمية المحصول لمحصول البنجر اللي هو مقاومة الآفات وحصاد محصول البنجر بذكركم أبنائي وبناتي أنا عندي مجموعة من المعايير في محصول البنجر هو أن محصول البنجر من المحصول الهامة جدا جدا لما أقول كنفس زراعة البنجر يتم ضبط الكسافة النباتة للبنجر تسميد محصول البنجر هذه المعايير الأداء مهمة أوي 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 لأن محصول البنجر من المحصول الاستراتيجية الذي يزرع في مصر لسد الفجوة الكبيرة بين ما بين المستهلكين أو اللي بيحتاجوا المستهلك وبين الكمية المنتجة من السكر لأن إحنا عندنا عايزين نحقق اكتفاء ذاتي من احتاجاتنا من السكر ومحصول الأصب كان محصول يستهلك كميات كبيرة من المياه وكان بيشغل الأرض فترة طويلة جدا حوالي ثلاث سنين وبالتالي هذه الأرض تكون مجهدة جدا بعد محصول الأصب وما كنتش بنتمكن من زراعتها بمحصول الشتو بعد حصات أو بعد التأليع والتخلص لمحصول الأصب بعد نهاية زراعته في الأرض لأنه بتاقت فترة طويلة جدا في إعداد الأرض والتخلص من بقايا المحصول وإعدادها لإزراع علشان كده حينما عرفت مصر زراعة محصول البنجر وأدخل البنجر كمحصول سكر في مصر كان هناك اتجاهات كبيرة جدا لتطوير والتوسع في زراعة هذا المحصول حتى يكون مكملا لمحصول القصب وليس منافسا له وعلى الأموم هذا المحصول يزرع كمحصول شتوي أما القصب يزرع كمحصول صيفي محصول البنجر بيمكس في الأرض ستة أشهر فقط لكن محصول الأصب يشغل الأرض فترة طويلة زي ما أنا قلت لك لو أنا أعدت قارن مع شان يبقى عندك قدرة وفهم ما بين محصول البنجر ومحصول الأصب محصول الأصب محصول يزرع في الأرض يمكس في الأرض فترة طويلة جدا حوالي ثلاث سنين وبالتالي هو محصول مجهد للطربة ومصدر السكر فيه هي السقان أو عيدان الأصب لكن محصول بنجر السكر مصدر الاقتصادي أو الجزء الاقتصادي هو الجزر يبقى الفرق ما بين ده وما بين ده ما بين ده أن الجزر في البنجر هو الجزء الاقتصادي أما فيه الأصب العيدان أو السقان هي الجزء الاقتصاد هنا الأوراق بتستخدم في تغذية الحيوان وبرضه في البنجر بتستخدم الأوراق في تغذية الحيوان ولكن هنا الفارق أن ده محصول مؤقت يزرع في الأرض لمدة 6 شهر يعني محصول حولي أما محصول قصب محصول محمر محصول البنجر يزرع مكمل لأنه محصول شتوي وليس محصول صيفي محصول يسمح بتنوع المحاصيل في الدورة الزراعية يهمني أبنائي وبناتي أننا بعد ما صاردت معاك بعض المعارف الخاصة بهذا المحصول أننا نفصل لك وندقل في تفصيل معيار مهم جدا وهو معيار مكافحة آفات محصول البنجر لأن محصول البنجر من المحاصيل الحساسة جدا للإصابات الحشرية خاصة جودة وراء القط في إمتى؟ في العروات المبكرة ممكن جودة وراء القط تقضي على المحصول تماما علشان كده يهمني أنك أنت تكون واعي وتكون فاهم وتكون طالب جدير في هذا المعيار يبقى يلا بنا دلوقتي نستعرض معا المعيار الخاص بمكافحة آآ الآفات أو يقاوم الآفات في محصول بنجر السكر بالطرق السليم طيب قبل ما نتكلم على الآفات هي إيه أهم الآفات؟ أهم الآفات دودة وراء القط الدودة القرضة وإلى جانب آفات مهمة جدا 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 اللي هي دودة إيه؟ أنها دودة وراء القط والحفار برضو بيقضي على الجزر وبيقضي على النبات تماما وهناك بعض الآفات منتكلم على الأمراض هناك بعض الأمراض التي تصيب محصول البنجر يبقى لما نستعرض مع بعض الشريحة الموجودة قدامنا والصورة الموجودة قدامنا اللي هو يقاوم الآفات في بنجر السكر بالطرق السليمة من أهم الحشرات الحفار والدودة القرضة ودودة وراء القط وأما الأمراض البيض الدقيقي وتبقع الأوراق في البنجر والتبقع البن بأبنائي وبناتي هذا المعيار معيار مهم جدا إن إحنا لازم يكون فيه تفصيل فيه وزي ما أنتم شايفين كده على الشاشة قدامكم إن يقاوم المعيار رقم أربعة يقاوم الآفات في بنجر السكر بالطرق السليمة من أهم الحشرات أو الآفات الحفار الدودة القرضة وتقاوم الاتنين دول بيقاوموا بإيه؟ بالطعم السام وأنا حقول لك يعني طعم السام طعم السام إن أنا بحطه للحشرة علشان تتغذى عن طريق الفم يبقى طعم معاوي أو معدي يعني عن طريق المعد أو الأمعاء أما بالملامسة أو الرش ده في حالة الحشرات التي تطير أو اللي هي ما بتتغذاش على المحصول بشكل مباشر أو اللي بتختابق في المحصول اللي أنا بحط لها إيه؟ اللي هو بستخدم فيها الرأي المقاومة بالرش بالمبيدات الموصبة عن أهم الأمراض الأمراض البيض الدقيقي وتباقع الأوراق وتباقع البني وتقاوم بزراعة أصناف مقاومة وبالتسميد المتوازن زي ما أنتوا شايفين أبنائي وأبناتي مهم جدا 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 أنك أنت وانت طالب في سنة ثالثة فخلاص أصبحت قريب جدا من سوق العمل وقريب جدا أن أنت تجد أو تبحث عن فرصة عمل أو فرصة العمل اللي تبحث عنك بما أنك أنت طالب اشتغلت في منظومة الجدرات وتعلمت في منظومة الجدرات يبقى إحنا بنقول قبل ما تبحث عن فرصة العمل لو أنت طالب جدير والملف الإنجاز بتاعك يحتوي على أدلة التعلم الكافية واكتست المهمة بتاع السنة ثالثة اللي هي في التقييم النهائي فرصة العمل هي اللي هتبحث عنك ومن هنا إحنا بنأهلك هو أنك أنت تكون جدير في المجال بتاعك الشكل ده هو اللي هو الدودة القرضة الدودة الأرضة ديت بتغزى عليه تتغزى على الساق أسفل سطح الطربة مباشرة بتقرض الساق أو بتقطع الساق تماما وتنهي على المجموع الخضر طب الحشرة اللي انت شايفها دي دي اسمها حشرة الحفار زي ما انت شايف كده الأرجل بتاعته أرجل حفر والأجزاء الفم بتاعته أجزاء قارضة بيقرض النبات ويقطعه تماما وبالنسبة للتفصيلة مظاهر الإصابة في الاتنين انت حتتفصل لك فيه السادة الزمل اللي هم حدرسول لك وحدات مكافحة الحشرات ولكن أنا بوريك شكل الحشرة والحشرة تاعت الدودة القارضية بتقرض النبات بشكل مستوي أما الحفار بيقرض النبات بشكل مشارشر أو مسنن علشان كده دي مهارة من ضمن المهارات اللي انت لما تلاقي نبات عندك من نباتات البنجر فيها إصابة والمجموعة الخضر بتاعها ميت وانت ماشي كده في الأرض على طول بتجي جاي شايل النبات من سطح الطربة وتبص فيه إذا لقيت القطع بتاع الحشرة قطع مستوي تماما يبقى دي حشرة الدودة القارضة إذا لقيته مشارشر أو غير منتظم يبقى ده إصابة بالحفار نستكمل مع بعض باقي مظاهر الإصابة والحشرات هذه الحشرة بتاع الحشرة اللي هي اللي بتلعب دور خطير ومهم وبتأثر على المجموعة الخضر اللي البنجر حتى تتغذى عليه وقد تقضى عليه تماما اللي هي دودة وراء الأطل شوفوا كده أبناء وبنات اللي لما بتتغذى على الأوراق بتقضى على كمية كبيرة جدا من المجموعة الخضر وبالتالي تضعف النبات هنا مقاومة الحشرات بتقاوم بعملية الرش وأنا لما بعرض عليك الشرطين ده همت بعرضهم عليك وبقولك خد فرصتك علشان أنا هقيمك دلوقتي حالا وأقولك أيهما أصح بوفقا لمعايير إيه السلامة والصحة إما نجي نتكلم على مقاومة آه إحنا بنقاوم خلاص بنرش طب هنا المزارع ده بنرش أو الطالب ده بنرش وهنا الطالب ده بنرش أيهما أصح طبعا هنا هنا غلط خالص لأنه ما تتبعش معايير الصحة والسلامة المهنية أثناء الأداء هذا الراجل وشه مكشوف ورابس نص كوم وجسمه معرضة هوت ليه التسمم لأنه ممكن جدا رزاز وزي ما نشايفينه هوت الرزاز حواليه منه خالص ما هو كده طبعا غير جدير بالمرة هو ما هوش فاهم أو آه ما عندوش الخبرات التي تمكنهم من أداء المعيار بشكل سليم زيك بالزط لكن أنت خلاص أصبحت لديك الخبرة أنه أنت تؤدي هذا المعيار بالشكل ده لأن هذا الراجل ما بيؤديش بالشكل السليم والمعيار اللي هو آه لو أنا بخضعه لمعيار تقييم هقول غير جدير لكن هنا لا خلاص هنا هنا الراجل ده الراجل لابس ماسك وبعدين كمان لابس آه آه حاجة في إيده شوانتي وبيرش بطريقة آه مثالية بص كده حاطت المبيل فوق النبات مباشرة لكن ده هذا الأداء أداء غير صحيح عشان كده أنا لما أرجع كده بالصلاة ده وأقولك ده اللي صح ولا ده صح لا ده بعد ده غلط و المفروض أنه يتبع إجراءات الصحة والسلامة المهنية وأنا جمعت لكم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث في الصورة المعروضة قدامكم شكل حشرات اللي موجودة كلها هيت في صلاة واحد أدي الدودة الأرض اللي أنا قلت لك إنها بتقرض المجموع الخضري أسفل سطح الطربة مشارطا بشكل منتظم وأدي دودة وراء الأط اللي هي بتغزى على المجموع الخضري للنبات وقد تقضى عليه تماما في العروات المبكرة ولذلك تقاوم بالرش بالمبيدات حينما تبدأ الإصابة على طول أول ما تظهر معرض الإصابة وأدي الحفار اللي هو بيقرض الجزر بطريقة غير منتظمة وبيبقى بشكل غير منتظم علشان تميز ما بين الإصابة بحفار والإصابة بيدودة وراء الأط لأن ممكن تلاقي الإصابة هنا النبات موجود على سطح الطربة وميت وهنا برضو بتلاقيه موجود على سطح الطربة وميت ولكن الفرق إن أنا قلت لك هنا بيقطع قطع غير منتظم وده القطع بتاحها منتظم اللي هي في الدودة الأرض وده اللي زين أنا بقاوم بقاوم هنا بالرش بالشكل السليم واتباع معايير الصحة والسلامة المهنية ننتقل أبناء وبناتي إلى الصورة اللي موجودة قدامكم إلى أهم الأمراض التي تصيب محصول البنجر اللي هو محصول البياض الدقيقي وزي من تشايفين أو تبقع الأوراق والتبقع البني وتقاوم بزراعة أصناف مقاومة يا ما تشايفين مظهر إصابة أبنائي وبناتي ومهم جدا جدا لحضراتكم أنكم تتفهموا أن المجموع الخضر في البنجر أساس المحصول أنا لما بشرح لك الجزئية دهية بأكد عليك أن مصدر المحصول ومعيار المحصول والذي يؤثر على كم المحصول بشكل آآ مباشر هو المجموع الخضر لأن لو المجموع الخضر أنت خسرته يبقى خسرت كمية كبيرة من المحصول نيجي نتكلم بقى على المعيار الرقم خمسة أو المعيار الرقم ستة اللي هو ينفذ برنامج التسميد حسب المعادلات أو الاحتياجات السمادية أبنائي وبناتي لما نيجي نشوف المخرج دهوت هللاقي المحتياجات السمادية للفدان في المعيار الرقم خمسة اللي موجود قدامك دهوت اللي هو نفذ برنامج التسميد حسب المعادلات والاحتياجات السمادية كل فدان منزرع بنجر يحتاج إلى 60 إلى 80 كيلو جرام أزوت بالإضافة إلى 100 إلى 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسام بالإضافة إلى 50 كيلو جرام سلفات البوتاسيوم في الأراضي الجديدة علشان خاطر يحسن من خواص الطربة زائد نص إلى كيلو حمض البوريك وده من الأحماض الهامة جداً التي تزيد من نسبة السكر لهذا المحصول ولكن أنا هنا لما بعرض عليك هذا الصلاة وبعرض عليك هذه الكميات بنتكلم معاك دلوقتي في نقطة مهمة جداً ومعيار مهم جداً وضبط مهم جداً من ضوابط كمية المحصول في محصول البنجر وهو التسميت يجب أن تضاف الجرعات السمادية للبنجر قبل 100 يوم أو قبل 80 يوم من عمر المحصول لأن إضافة هذه الجرعات السمادية الأزوتية للبنجر بعد هذا العمر يؤثر تأثير كبير جداً على نسبة السكر ويؤثر على القيمة الاقتصادية أو العائد الاقتصادي من محصول البنجر نجي للمعيار رقم 6 ننفذ برنامج الري حسب الاحتياجات المائية هنا البنجر يحتاج إلى أبناء وناتي إلى 7 إلى 8 ريات هذه الريات تزيد إلى كم؟ عشرين راية لو وقفت الحد هنا وما كملتش لكملة يبقى كلام مش مظبوط تماماً تقول لعشرين راية في حالة استخدام الري بالإيه؟ الري بالرش ويراعى الانتظام في الري مع توقف الري قبل الحصاد بشهر يبقى دية المعايير اللي هي معايير الري زي ما انت شايفين أبناء وابناتي طريقة الري هيت قادر الراجل المزارع بيروي بالري بالحوال ومعنى الري بالحوال ايه؟ قادر الميا هيت زي ما انت شايف بتنزل الأرض والراجل بوسط الأداء بتاعته أو الفأس بيتم التحكم في اتجاه المياه اللي هي بتروي الأرض ويكون الري بالشكل اللي انت شايفه ده على ألا تعلو المياه للخط ولا تغمر الخط حتى لا يتأثر المحصول بشدة زي ما انت شايفين أنا عرضت لك الصلاة الوحدة هو يحتاج الري الأولى بعد خمسة إلى عشرة أيام من الزراعة ولازم تبقى الري بالشكل اللي انت شايفه دية أبناء وابناتي لاني ده معيار مهم جدا من معايير الكفاءة أو من معايير الأداء اللي هي الأداء الصليم وفقاً لمعيار الأداء أو السلوك المطلوب منك أثناء أداء المعيار زي ما انت شايفين تابع برضو للري السطحة هوات أدي كمية المياه أنا حبيت أعرض لك كل شريحة لوحدها علشان تعرف أدي شوف المياه ما غمرتش الخطوط ما ينفعش تبقى أكبر منك أكتر من كده وفي نفس الوقت يتم التخلص من المياه الزائدة مباشرة طيب الصلاة الموجودة قدامك وأبناء وابناتي ده ده نظام من نظم الري اللي هي الري بالطنقيط وده إحنا بنشجع جداً 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 على هذه النظم اللي هي الري بالطنقيط والري بالرش علشان نرشد من استهلاك كميات المياه ونوفر من استهلاك كميات المياه لأن معنى الري بالطنقيطي أننا بنحط نقاط تحت كل نبات بيدي له المقننات المائية أو الاحتياجات المائية زي ما أنا عايز بنفتح للنبات على حسب احتياجاته وبنقفل يبقى هنا الأرض كلها مش هتبقى مغمورة بالمياه وبالتالي أنا ممكن أقاوم الحشائش بشكل جيد لأن الحشائش مش هتبقى موجودة في الأرض كلها لأن ما فيش مية هنا المية فين مركزة حول جزر النبات فقط ولكن هناك بعض العيوب يعني إحنا هنزكرها على سبيل فقط أنك بنسري معلوماتك اللي هي انسداد بعض النباتات وبالتالي موت بعض النباتات لو ما فيش ملاحظة منك وما فيش مباشرة كمان لو في نسبة أملاح بتتركز حول النبات ننتقل بعد كده إلى نظام من النظم الحديثة للري واللي احنا بنشجع عليها زي ما احنا قلنا أبناء وبناتي وهي الري بالرش اللي احنا قلنا بيحتاج فيه البنجر إلى عشرين رية طوال فترة حياته ننتقل إلى المعيار الآخر اللي هو من رقب سبعة يحصد أو يقلع البنجر مع المحافظة على الجزور أبناء وبناتي انت عارف أن محصول البنجر الجزء الاقتصادي فيه هو الجزر يبقى أنا هنا يبقى الضابط بتاعي والشرط بتاعي والمعيار بتاعي والمعيار الأداء السليم هو أن أنا لما باجئ أحصد البنجر أو أقلع البنجر أحافظ على الجزور ما تبقاش المسألة فيها إهضار للمحصول لأن الجزر في النهاية هو اللي هيديك الوزن اللي أنا عايزه الكمية المحصول تتوقف على حجم الجزر تتوقف على سلامة الجزور أثناء الحصاد يبقى أنا لما بقولك يحصد يبقى هنا بنقول يتم تأليه الجزور بعد اكتمال نموها ووصول نسبة السكر فيها إلى النسبة المناسبة ودي مش فيدي المزارع لأن المزارع ما عندوش الخبرة لكن أنت تقدر أنت كمهندس زراعي وطالب جدير وطالب تنتمي إلى منظومة التعليم المطور اللي هو التعليم الفني القائم على الجدارات أنك أنت باكتسابك للمعلومات تكسبك المهارة اللي منها تقدر تحدد علامات النضج بتاعة البنجر طب عندك إيه كمان معيار الوقت بتاع البنجر فترة الزمانية اللي بيقضيها حوالي مية وتمانين يوم يعني ستة شهور إلى متين يوم يبقى هنا الفترة الزمانية اللي تحسبها أنت زرع إمتى؟ زرع بتاريخ كذا يبقى حط عليهم ستة شهور يبقى هنا البنجر وصل إلى مرحلة النضج المناسبة واكتملت الجزور بتاعته في النمو ونسبة السكر فيه وصلت إلى المعدلات الطبيعية كمان حاجة مهمة جدا 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 لما بنجي نحصد بنلاحظ أن الأوراق القاعدية اللي هي موجودة فوق الجزر لمواطنة التاج بتكون لونها أصفر ما بتكون لونها مش أخضر كمان بتكون الأوراق وقف نموها خلاص مش متجددة لأن النبات خلاص انتهى انتهى عمره وبدأ أصبح يكون وصل إلى مرحلة إيه؟ الحصاد نجي نحصد بقى نعمل إيه؟ قولك تأليع النبات إما أن يكون تأليع يدوي إن العامل يجذب النبات إلى أعلى ثم يتم التخلص من الأوراق والمجموعة الخضر الموجود فوق الجزر كله والتخلص من الشوائب أو إذا كان فيه جزور سنوية الحقيقة بزر جزر البنجر ما فيهش جزور كتير سنوية لكن لو فيه بقايا طيم بيتم التخلص منها وتنظيف الجزر زي ما أنا حاوليكم أبنائي وبناتي بعد كده المهم المعيار ده هوت معيار مهم جدا 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 كمعيار كفاءة أو معيار أداء اللي هو تأليع محصول البنجر مع المحافظة على الجزور لأن الجزور هي مصدر المحصول طب نيجي نرجع بقا ونشوف أبنائي وبناتي مع بعض المعروض قدامنا كده اللي هو يحصد أو يتم تأليع محصول البنجر مع المحافظة على الجزور علامات النضج اسفرار الأوراق وتهدل الأوراق السفلية وكبر حجم الجزور نيجي ننتقل بعد كده إلى عملية التأليع يتم تأليع النباتات وتنظفها من أبقايا الطين والشوائب لأن ده بيأثر على العائد الاقتصادي أثناء محاسبة المصنع لها أنا بورد المحصول بتاعي لو في عندي شوائب لو في عندي قواعد أوراق لو في عندي طين أو عالق بالجزور هيبقى المستقطع الطبيعي كميته كبيرة وبالتالي حيتخصم مني كمية من الوزن هي المصنع طريقة حساباتها كده علشان كده انت علشان تبقى طالب جدير وتؤدي هذا المعيار حسب معايير الأداء الشكل سليم يبقى لازم تعي تماما أن تأليع البنجر يتم بجذب النبات إلى أعلى ثم التخلص من الأوراق تماما حتى منطقة التاج ما يكونش فيها أي قواعد أوراق قالص ثم التخلص من الطين العالق بالجزور وإعداد الجزور للبنجر زي ما انتوا شايفين أبناء وبناتي كده على الشاشة يتم تأليع النباتات وتنظفها وتوريدها إلى المصنع في غضون 48 ساعة وعلى العموم الفدان بينتج كام أبناء وبناتي بينتج 20 إلى 30 طن جزور بالإضافة إلى 10 طن من الأوراق شوف كمية الأوراق أبناء أبناء وبناتي شوف كمية الأوراق 10 طن هذه الأوراق تستخدم إما في تغذية الحيوان مباشرة وإما أن يتم استخدامها تدورها إلى سيلاج أو تترك في الأرض لتضيف للأرض بعض المواد العضوية بعد تحللها يتم تأليع النبات بعد النطج وتنظيف الجزور من الأوراق ويراعى سرعة توريد الجزور إلى المصنع حتى لا يتأثر النبات أو لا تتأثر نسبة السكر في الجزور أبناء وبناتي الصورة الموجودة قدامكم عايزك تركز قوي هتشوف كده شكل الجزر وتشوف الجزر ده شوف قد فتح الطربة وتضع منها وهدي شكل الأوراق طب دي علامة من علامات النطج لسه مش علامة من علامات النطج بص بقى عايزك بص تركز معايا قدي الجزور هاي شكل الجزور قدي كمية من الطين المفروض أن أنا بتخلص منها أهيت وقدي الأوراق أبنائي وبناتي لاحظ أنا حسيب الصلاة ده قدامك شوية علشان خاطر تركز قوي قوي في هذه العلامات علامات النطج هاي حجم الجزور بصوا أبناء وبناتي ده شكل جزر البنجر هنا كمية طبعا ما فيش جزور سنوية هاي زي ما أنا قلت لك كتير دي شعارات جزرية بسيطة جدا بيتم تنظفها والتخلص منها ودي كمية الأوراق اللي موجودة اللي هي اللون بتاعها تغير من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر بنتم تخلص من هذه الجزور ويتم تخلص من هذا هذه التربة أو بقايا الطين وزي ما أنت شايف في الصلاة في باقي الجزء ده شوفوا أبنائي وبناتي حجم الجزور الجزور وصلت إيه إلي حجمها الطبيعي اكتمل حجمها يبقى أنا بقلعه يبقى أنا بقلعه هذه النبات شكله بعد إيه بعد التأليع وقادي الصلاة الموجود قدامك أبنائي وبناتي يكسبك المهارة بالنظر كأنك موجود في حقل الجدارات بالزبط أنت خلاص قضيت ثلاث سنين في منظومة الجدارات وبقيت فاهم إزاي تؤدي المعيار بشكل سليم علشان تبقى طالب جدير بص كده شوف الجزور كأن واحد إيه حططها بس كده فوق الأرض لكن لا هي مزروعة لسه موجودة في الأرض ولكن نتيجة ليه كبر حجم الجزور أنا حبيت أصور لك صورة ده وعرضها لك عشان تعرف إن الجزر كله معظمه بيبقى فوق سطح الطرب تقول لله هو يا أستاذ مش الجزر ده بيبقى تحت سطح الطربة أقول لك أيوة بيبقى تحت سطح الطربة ولكن عندما يكتامل نموه ويصل إلى قرب مرحلة النطج نتيجة لكبر حجم الجزور بيكون فين حتة بيخرج جزء كبير منه برا سطح الطرب بص كده أبناء وبناتي قدي باية الأرض هاي إحنا حبينا نقطع المجموعة الخضر اللي هنا علشان أبقى أوضح لك إن الجزر بص معظم الجزر فوق سطح الطرب زي ما انت شايف يبقى هنا احنا وصلنا إلى مرحلة اللي ايه إنه يتم التعليق عهوة بص كده أنا أنا براحة خالص معاك وما احناش مستعجلين عايزك تركز قوي قوي في معيار حصاد محصول البنجر تقليل محصول البنجر بصوا كده شكل النبات عامل ازاي بصوا أبناء وبناتي قدي الجزور هاي قدي كمية الطين الموجودة هاي وقدي الأوراق الرجل بيقلعه وبيحط الجزور في اتجاهه واحد والمجموع الخضراء أو العرش في اتجاهه والأوراق في اتجاهه واحد اهي ركز كده معايا ادي ايه العملية عالشان خاطر لما ننتقل من صلايت إلى صلايت او من صورة لصورة يبقى انت كده وصلت لي المعلومة الصحيحة اللي انت تقدر بها تكتاز أثناء ايه أثناء التقييم طب ده ايه ده اللي هو التقليع الآلي في حالة المساحات الكبيرة جدا وإحنا حبينا نعرض لك الصورة ديت عشان تشوف شكل جزر البنجر ونظفته من الجزور الثانوية او العرضية ما عدا بعض الطين ده بيتم التخلص منه والجزء ده هو بيقطع تماما مكان انا بشاور لك كده بنقطعه تماما وننظفه لان هو ده اللي احنا محتاجينه في المصنع او اللي هو بيصنع منه السكر كلما كان هذه الجزور نظيفة كلما كانت نسبة المستقطاع الاستقطاع الطبيعي أقل وبالتالي القيمة الاقتصادية او العائد الاقتصادي يبقى كبير طب العائد الاقتصادي المتوقف على نظافة الجدر فقط الجزور فقط اقول لك لا يا بش مهندس متوقف على نسبة السكر علشان كده هناك عوامل تؤثر على نسبة السكر لو انت فاكر انت في اللقاءات السابقة كنا قلناها اللي هو عمر النبات والتسميد وبعض المعاملات التي تتم على النبات ننتقل بعد كده الى الصورة اللي قدامك ابنائي وبناتي بتوضح لك عملية مهمة جدا ركز معايا كده هو احنا بنعمل اي دي الوقتي ايه العملية اللي احنا بنعملها كده بص كده شوف ده العمال الزراعيين دون شوف كده دولة او طلبة دون بس كده اه ايه ده اه ده هنا اداة يستخدمها العامل او المزارع في ان هو بينظف الجزور يبقى هنا كده مرحلة ايه تنظيف الجزور من المجموع الخضري بنا قلعت هنظف الجزور من المجموع الخضري تبقى شكلها ايه الجزور تبقى شكلها كده بالشكل ده بصوا ابناء وبنادي اهي بعد ما تخلصنا من المجموع الخضري الموجود في النبات تبقى الجزور بالشكل ده كده طب بعد كده يبقى ايه اه خلاص كده ده خلاص كده معدى للتوريد للتوريد يعني ايه يعني حنشيلها نودها للايه للمصنع علشان تصنع منها السكر تقييم هذا المخرج يتم التقييم باستخدام بطاقة ملاحظة لجميع المعايير من معيار واحد لمعيار سبعة ومعنى كلمة بطاقة ملاحظة يبقى لازم اعرف المعايير ينفذ زراعة البنجر وفي تنفيذ زراعة البنجر بسرعة ابنائي وبناتي علشان خلاص انت بقيت اه كبير على ان انا اكون اه بطيء معاك في المعيار الاول ده هوت في بطاقة الملاحظة المدرس بيقول لك او المقايم بيقول لك نفذ لي زراعة البنجر في القطعة ده هي ايبه هو حسناء التقييم وجود حتة ارضه قدامه فضية كده متخططة او محروطة يقول لك نفذ لي بانت هنا بتنفيذ زراعة البنجر بيقول لك يتم تقييم حرس الارض بل الارض محروسة حرس جيد ثم تقسيم الارض الى مساحات مناسبة للتخطيط ثم يجهز التقاوي اللازمة ويتابع تجهيز السطارة في الزراعة الالية او زراعة التقاوي بالارض مباشرة نكمل بعد كده بطاقة الملاحظة في معيار اتنين اللي هو يضبط الكسافة النباتية اللي هو عملية الخف ودي احنا فصلناها لك تفصيل بالصورة وعرفت ان هناك معاد معين يجب ان يتم فيها عملية الترقيع باننا بنشيل عملية الترقيع ده بنعيد زراعة الجور التي لم تنبت دي عملية الترقيع مش عملية الخف بنعيد زراعة الجور التي لم تنبت في غضون ايام من الزراعة بعد اكتمال الانبات مباشرة علشان يقل الفارق الزمني بين النبات الأصلي والنبات الترقيع ثم يتم زراعة البزور في الاماكن الخالية بان احنا نشيل الثراء الجاف نصل الى الثراء الرطب نزرع البزور المنقوعة بالمياه ثم يغطى وبعد كده احدد معاد للخف وده قلنا فصلنا تفصيل قبل كده وقلنا ان هناك يجب ان يتم الخف في معاد مناسب حتى تقل المنافسة بين النباتات في الجورة ناخد ادلة التقييم للمعايير الاخرى اللي هو المعايير الرقم 3 يقاوم الحشائش في بنجر السكر هنا لابد الطلب ابناء الطلبة والطالبات طلب السنة 3 ان هنا في المعايير ضو فيه اداء مهم جدا ان تتعرف على نوع ايه تعرف على نوع الحشائش وتستخدم الادوات المناسبة لمقاومة هذه الحشائش وتتابع اختيار المبيد المناسب بناء على الشكل المفرج والشكل الخضري لهذه الحشائش ويقوم بعملية الرش مع اتباع قواعد اتباع قواعد الصحة اتباع قواعد الصلامة والصحة المهنية علشان تحمي نفسك او تحمي غيرك من المخاطر اثناء ادائك العملي ناخد المعايير اللي بعد كده يقاوم الافات لسه انا في اول لقاء معاك وابناء وبناتي عرضتلك الافات وقلتلك ان يتم مقاومة هذه الافات اما باتباع العمليات الزراعية زي عملية العزي او بالرش بالمبيدات المهم انك انت تكون عندك قدرة على انك تحدد نوع الافة يعني كده انا لما قلتلك ابناء وبناتي مظاهر الاصابة هنا مهمة جدا 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 لك انك انت تعرف مظاهر الاصابة يعني يعني انت بتشوف النبات ده الافة اللي موجودة فيه مظهر سابت مظهر الاصابة اه سابت مظهر الاصابة لو كان فيه اكل فيه المجموع الخضري يبقى ده 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 وراء القط لو كان النبات جاف او مات وهو قائم موجود وموقعش يبقى ده حفار طب لو هو النبات تم قرده قرد اه اكله او تم اه التغذية على المجموع الخضري اه ثم وقع النبات على الارض او سقط على الارض يبقى ده بده ده الايه القرد يبقى التعرف على الآفة من خلال مظهر الإصابة ودي نقطة مهمة جدا بيفصلها زملائنا في الوحدات المكملة اللي هي وحدة مكافحة الحشرات ثم يتعرف على نوع الإصابة طالما يتعرف على الآفة يتعرف على نوع الإصابة ثم يجهز المبيد المناسب ويحدد معاد الرشا المناسب أو معاد المقاومة المناسبة المعيارة اللي بعد كده ينفذ برنامج الرأي حسب الاحتياجات السمادية وهنا مهم جدا حسب الاحتياجات المائية مهم جدا جدا أنك تعرف أن محصول البنجر يتم ريه أكثر من رية وهو محصول يتأثر بكمية المياه إذا زادت ولم يتم تخلص منها بالصرف عشان كده بنقول الري منتظم ويتم تخلص من مياه الرية الزائدة بصرفها هنا يجهز السماد اللازم للمحصول وطريقة وضع السماد وأدوات وضع السماد وده المعيار ده هو يبقى برنامج التسميد برنامج الايه؟ التسميد ثم يضيف السماد بالطرق المناسبة نكمل مع بعض المعيار الأخير اللي هو يحصد البنجر وده إحنا فصلناه قدامكم أبناء وبناتي إن إحنا نتعرف على علامات النطق كل ده بطاقة ملاحظة دليل بطاقة ملاحظة في المعايير كلها أبناء وبنات يتعرف على علامات النطق يتم تقاليع الجزور دون كسرها يتم قطع المجموعة الخضر وتنظيف الدرانات أو تنظيف الجزور ثم إعداد المحصول إلى التوريد إيه الدليل الكمان المحتاجين وبعد كده خلصنا إحنا كده دليل التساؤل دليل الملاحظة دليل ملاحظة دليل جميع المعايير السابق هناخد دليل تاني أيوة في أديل التعلم تانية زي إيه؟ زي دليل التساؤل التحريري هنا في سؤال حدد المعاد المناسب لزراعة بنجر سكر طبعا بيزرع كمحصول شتوي أنا حجاوب بالسرعة لأنك أنت خلاص فاهم والإجابة بتاعتك حضرة والمفروض إن إحنا خلاص عندنا المعلومة اللي تؤهلنا ولكن أنا برضو بنساعدك على إنك أنت جب عندك المعلومة اللي هي تعينك أثناء التقييم ما النقاط اللي يواجب مراعاة عند الرأي البنجر؟ طبعا بنقول يجب الانتظام في الرأي وعدم ترك المياه في الأرض الزائدة يتم إيه؟ يتم صرفها مباشرة حتى لا يضر أنبات السؤال ثلاثة ما العوامل المؤثرة على إنتاجية البنجر؟ طبعا عوامل كثيرة جدا أبناء وبناتي منها التسميد منها الري منها معاد الصراع منها مكافحة الحشرات كل دي من ضمن إيه؟ العوامل التي تؤثر على إنتاجية المحصول ونسبة السكر دي عوامل مهمة جدا جدا لأن هذه العوامل هي اللي تفرق عن طالب جدير وطالب مش جدير طالب يحافظ على إنه مصدر آآ آآ شغله وهو آآ يكسب ثقة آآ آآ الناس في أثناء أداؤه أن أنت بتكلم في إيه؟ معايير الإنتاجية أول حاجة آآ يجب أن تسعى تماما وتسعى وهدفك الأساسي هو زيادة كمية المحصول طب كمية المحصول حتى تتأتى منين؟ أو هتوصل لها منين؟ هتوصل لها إنك إنت تهتم بيئة العمليات الزراعية التي تقوم بها على المحصول زي إيه؟ مقاومة آآ زي عمليات الخدمة من راي تسمين عزيق مقاومة حشائش مقاومة آفات والتسميد معاييره مهم جدا إنك إنت تتسمد وتتخلص من جميع برامج التسعيد والمقاررات السمادية قبل تسعين يوم من زراعة من عمر البنجر المقاومة الحشائش يتم بالعزيق مرة واثنين وثلاثة حتى نوفر التربة المناسبة للجزور علشان تنمو بشكل طبيعي ويكون فيه آآ منطقة انتشار جزور آآ مفككة تسمح بكبر حجم الجزور الري هنتظم فيه الري التوريد توريد المحصول بورد المحصول بعد آآ تجهيزه بعد حصاده وتجهيزه والتخلص من المجموعة الخضر والتخلص من الشوائل الموجودة على الجزور كل دي أبناء وبنادي معايير للإنتاج معايير للإنتاج وكمان هناك عوامل تؤثر على نسبة السقر أهمها التسميد ومعادة توريد مهمة جدا دول اتنين ما يرنهمهم من جدا جدا علشان لما تتعرض لسؤال تبقى أنت فاهم نرجع تاني أبنائي وبناتي لللي معروض قدامكم اللي هو السؤال اللي بعد كده اذكر علامات نطج البنجر زي ما أنا وردتك في بداية لقاء معاكم أن علامات النطج هي كبر حجم الجزور ووصلها إلى حق اكتمال النمو اتنين بتكون معظم الجزر فوق سطح التربة كمان حاجة مهمة جدا نسبة السكر فيه بتكون وصلت إلى المعدلات الطبيعية إلى جانب المضى من الوقت حوالي 180 إلى 200 يوم بعد زراعة البنجر دي كلها اسفرار الأوراق القاعدية كل ديت من ضمن علامات نطج محصول البنجر بعد كده أبنائي وبناتي نتكلم على دليل نستكمل مع بعض دليل تساؤل التحرير اللي هو ضع علامة صح وعلامة خطأ زي ما انتوا شايفين أبنائي وبناتي أول سؤال بنجر سكر لا ينتج بزور في مصر يا ترى الجملة ديت صح ولا خطأ هنا محتاج ان انت تتذكر المعلومة اللي احنا شرحناها لك فاكن لما كنا بنقول ان البنجر لا ينتج بزور في مصر وعلشان كده احنا بنستور التقاويه من الخارج ليه لان الظروف المناخية المصرية غير مناسبة لانتاج البزور علشان كده بنقول لا ينتج البنجر بزور في مصر السؤال الثاني يزرع بنجر السكر كمحصول صيفي طبعا لا هو بزرع كمحصول شتوي السؤال الثالث من علامات نتج بنجر السكر اسفرار الأوراق طبعا صح وإحنا قلنا كلام ده مرارا وتكرارا تحمل بنجر السكر الملوحة ويزرع في الأراضي الجديدة نعم هو يتحمل الملوحة ويمكن يزرعه في الأراضي الجديدة ويعطي المحصول إلى حد ما مقبول يحصد بنجر السكر بتعليق الجزور وتنظيفها طبعا كلام ده سليم صح يحصد بنجر السكر بعد 180 إلى 200 يوم الإجابة صحيحة من أفضل طرق زراعة البنجر طبعا بيزرع البنجر بطرق كثيرة جدا جدا ومتنوعها منها زراعة الألية وزراعة اليدوية يزرع بنجر السكر في الموسم الشتوي متوسط إنتاج محصول الفدان من بنجر السكر من الجزور حوالي 20 إلى 25 يعني متوسط إنتاج الفدان بيبقى في الحدود دي نسبة السكر في البنجر آآ 15 إلى 20% لذلك ينتج طن الجزور كام كيلو سكر حلو قوي دي السؤال ده جميل سؤال ده سؤال حلو ومديك معلومة كاملة وسايبك بقى ويبقى بينتج 150 كيلو سكر يبقى كل فدان كل طن بنجر نسبة السكر فيه 15% ينتج كام كيلو سكر 150 كيلو سكر كل طن جزور طيب كل طن جزور بنجر فيها 20% سكر اللي هو البنط بتاع السكر أو نسبة تركيز السكر 20% هيديني كام 200 كيلو جرام من السكر مهم جدا أبناء وأبناتي اللي احنا عربنا عليكم ثم ننتقل بعد كده إلى محصول من المحاصيل الهامة جدا والمهمة جدا وهو محصول البصل هذا المحصول من المحاصيل الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن محاصيل أخرى حيث أنه محصول يزرع كمحصول شتوي ويعتبر كمحصول تصدير وكجلب عملة صعبة احنا بنحتاجها لإقامة المشاريع القومية في الوطن هنا بنكلم على معايير الأداء الخاصة بمحصول البصل ينتج البصل تعالى لتلات معايير أبنائي وبناتي أول معيار ينتج البصل الفتيل وفقا للمنطقة المنزارع بها اتنين ينتج البصل بالبصيلات طبقا لموسم الزراعة تلاتة ينتج بزهور البصل اللي هي الحبة السودة وفقا لشروط الانتاج وفقا لشروط الانتاج هي دية المعايير التي يشتمل عليها هذا المخرج جبء المعايير تلات معايير المعايير الأول اللي هو ينتج بزهور البصل ينتج البصل الفتيل وفقا للمنطقة اتنين ينتج البصل من البصل لا تلاتة ينتج بزهور البصل عندي تلات معايير هنفصلهم معاك تفصيل لكن هننتقل بعد كده إلى الأهمال الاقتصادية لمحصول البصل اللي هو من محاصيل التصدير يستخدم في الأغراض الطبية طبعا يقوم عليه صناعات كثيرة منها صناعة التكفيف يستخدم في تغذية الانسان في صورة طازجة أو في صورة جافة البصل أبنائي وبناتي بصل من المحاصيل سنائية الحول يعني سنائية الحول يعني بديني جزء من المحصول في عاب والجزء الآخر في عام آخر يعني إيه يا أستاذ احنا مش فاهمين هقولك إن أنا لو حزرع البصل لإنتاج البصل الفتيل اللي هو البصل اللي انت بتشوفه في المطبخ ده ده بيزرع خلال شهر خلال موسم الشتاء بينزرع بزرة أو شاتلة يديني البصل الفتيل لو أنا عايز أحصل على البزرة تامي أقوم انتخب أبصال معينة بتكون لها صفات معينة وازرعها بطريقة ما على مسافات معينة وأرعيها وأعملها عمليات زراعية حتى تندفع إلى التزهير ويخرج ما يسمى بالحمبوت أو الشمراخ الزهري اللي هو بيحمل بعد كده النورة بتاعة البصل زي ما هوريكه أبناء وبناتي اللي هي ينتج منها لإيه البزور أو الحب السود عشان كده بنقول أن البصل سنائي الحون الوصف النباتي للبصل هنا بيختلف حجم آآ حسب مرحلة النمو بالنسبة للأوراق شكل الأوراق هذه الأوراق أبناء وبناتي وأنا عايزك تركز معايا علشان خاطر ديت أنا بوريك صورة علشان تكتسب منها مهار مهارة التمييز بين شكل الأوراق أدي شكل النصل بتاع الوراق تابو مالدي إيه قول لبصلة ده دي أوراق برضو بس اسمها أوراق إيه أوراق شحمية بصوا أبناء وبناتي أدي شكل البصلة كاملة هو أدي الغلاف الخارجي اللي هي الأوراق برضو ولكن أوراق إيه جافة لحماية باقي أجزاء البصلة بصوا كده شكل الأبصل ده هي تأكل لها أوراق كل دي أوراق اللي موجود في النص ده براعم تنمو بعد كده لو أنا زرعت البصلة ده هي بتنمو وتديني بعد كده نموات إما تكون أبصال خضراء وإما أن تديني نموات لإنتاج البصل البزرة من البصل جبقه هنا أنا عايزك تركز معايا أبناء وبناتي نصل الأوراق لونه أخضر زي ما انتوا شايفين قدامكم في الصورة هوت بالضبط احنا بنعرض عليكم وببطء شديد علشان تعي وتفهم وتركز وتكتسب المهارة المطلوبة لعشان خاطر تقدر تشوف شكل البصل كنبات أدي الأوراق النص اللي بتاعها أخضر ثم تصبح الأوراق شحمية مع تقدم النبات في الأدل الأوراق يبقى ده ورق وده ورق كل انتا شايفه ده هو ده أوراق ده ورق وده ورق وده ورق كل ده أوراقها في نص البصلة هنا بتبقى وتحتوي على برعم من البراعم التي تنمو بعد ذلك وتعطي نموات خضرية في الموسم التالي مش في الموسم ده لأن الموسم ده بتبقى يا بزرق يا شتلة بتديني البصل الفتيل اللي هو ده طيب بعد كده ناخد ايه ناخد الساق عايزك تركز معايا بقى وتبص معايا كده وتقول لي ايه ده يا أستاذ أحمد ايه اللي انت عرضهولي ده هقول لك الأسهم ده هي كلها علشان أوضح لك الساق بتاعة البصل ساق البصل ساق قرصية ساق قرصية اللي هي الجزء اللي تحت الأوراق ديت اللي هي فوق منه ايه اللي فوق منه الأوراق كل هذه الأوراق القاعدة بتاعتها بتحملها اللي هي اسمها الساق يبقى ساق البصل ساق مندمج لها سلاميات متقزمة قريبة جدا من بعضها والجزور اللي فيها حوريك بعد كده الجزور يعني هي مني قوي 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 تميز ما بين الأوراق وبين الساق يبقى دي كلها ايه أوراق محدش ييجي بقى يمسك للبصل ويقول ان الوراق الخضراء ديت أوراق وبين البصل اللي موجودة اللي هي فيديو دي بتاعت اللي انت شايفها ده ده ايه ده ايه كده دي الأوراق وتيجي بقى تقول دي مش أوراق لا منفعش يبقى انت كده طالب منتش جدير ويبقى انت منتش منتامل للمنظومة بتاعتنا خالص لانك ما فهمتش مننا لا احنا بنقول لك اهو ده كل ده أوراق بما فيها الأوراق الخضراء اللي هو ناصل الوراق يبقى انا لما برجع تاني هو تقول لك الشكل ده اهو دي أوراق ودي أوراق طيب وبعدين الساخ فين الساخ بقى اللي هو الجزء القاعدي اللي بيحمل كل هذه الأوراق اللي هو الجزء ده اللي هو بين الايه ما بين الأسهم ده هدي ساهم فوق اهو وهدي ساهمين في الجانبين اهو الجزء ده طب بعد كده حايز بقى شوف الجزور بقى يا استاذ اهو يا سيدي هدي الجزور اهي شفت الجزور هدي الجزرة وقادي الجزرة يبقى هنا الجزور جزور عرضية تنتشر رأسيا وافقيا حتى انه يصل قد يصل الجزر الى 90 سنطي تعمق في الطربة ومن المعلومات المهمة جدا جدا ابنائي وبناتي اللي انا عايز اوضحها لك هالك وان انا ازودك بها هو ان المحصول البصل ينتج جزر كل 3 ايام ينتج جزر جديد كل 3 ايام ومن هنا انا ممكن احسب عمر الابصال يبقى هنا لما نجي نكلم على الساق بتاعة الابصال والاوراق لازم تفهم تماما كويس جدا ان الاوراق عبارة عن نصل اخضر وتتحول بعد كده الى اوراق شحمية اللي انا ورد هالك اللي هي شكل الابصال البصل اللي هي موجودة عندك دي دي كلها اوراق الساق عبارة عن ساق قرصية مندمجة سلميات قزمية جدا متقزمة ومتقاربة جدا جدا تحمل فوق منها الاوراق الشحمية والجزء السفلي من الساق يحمل الجزور اللي فيه ومن المعلومات المهمة جدا اللي انا عايز ازودك بها ابناء وبناتي ان البصل ينتج نبات البصل ينتج كل 3 ايام جزر ركز معايا بقى ينتج ايه كل 3 ايام جزر يعني ايه كل 3 ايام جزر يعني انت لو شلت نبات بصل ولقيت عليه 10 جزور يبقى كام يوم عمره ها قول ايوة الجزر بيكون كل 3 ايام يبقى 10 اف 3 يبقى 30 يوم يبقى من خلال عدد الجزور الموجودة على الساق القرصية ليه البصلة اعرف عمر البصل لان النبات بينتج جزر جديد كل 3 ايام يبقى من خلال عدد الجزور اعرف عمر الايه عمر الابساط يبقى انا كده استعرضت معاكم الاهمال الاخصادية لمحصول البصل وعرفت ان البصل ده بيزرع كمحصول شتو وهو محصول سنائي الحوت يعني ايه سنائي الحوت يعني احصل على جزء منه في عام والجزء الاخر في عام اخر تاني يعني ايه جزء يعني احصل منه على مرحلة في عام ومرحلة اخرى في عام اخر برضو يعني ايه مرحلة ابناء وبنات مرحلة يعني ايه جزء من حياة النبات النبات بيكتمل دورة حياته ان انا ازرعه بزرع احصل على البزر. دي دورة حياة مكتملة. أما بقول مرحلة يبقى بقول ان البصل يتزارع على مراحل ازرع حبة سودة تديني شتلة. او ازرع حبة سودة واسيبها في الارض المستدمة في حالة الزراعةの آلية والمتطورة تقوم تديني بصلة على طول البصلة الفتيل ده. اللي هو ينتاج البصل من البزور. او ازرع الحبة سودة تديني شتلة. انقل الشتلة دي ازرحها في الارض. او ملاعا عمليات الزراعية حتى الحصاد تقوم بتديني ايه البصل الفتيل طب المرحلة التانية بقى المرحلة التانية نجيب البصل الفتيل ده بمواصفات معينة اه يكون خالي من الجروح خالي من الامراض ويكون مواصفاته الصنفية جيدة ثم يزرع على مسافات معينة بعد خدمة الارض يزرع على مصاطب ويوالى بعملية الري حتى تبدأ البراعم في الانبات سيتكون من هذه البراعم حاجة اسمها حامل زهري او حنبوط هذا الحامل الزهري او الحنبوط يحمل بعد كده النورة بتاعة البصل اللي هي تختلف من صنف الى صنف اخر وده اللي انا هستكمله معاكم تفصيلا في الصليت الموجود قدامنا دي بعد معرض اه لون الجزور وعرفنا ان الجزر ده جزر ايه ليفي اه او عرضي هذه الجزور تنمو رأسيا في الارض وقلنا ان نبات البصل بينتج كل ثلاثة ايام جزر ومن هنا يمكن ان انا نعرف عمر البصلة من خلال عدد الجزور لو عدد الجزور خمسة يبقى خمسة في ثلاثة حمستاشرة لو عدد الجزور عشرين يبقى عشرين في ثلاثة يبقى ستين يبقى بقاله ايه شهرين اتنين لو عدد الجزور تلاتين تضرب على طول في ثلاثة يبقى بقاله تسعين يوم وهكذا طب البصل بيقعد في الارض كم يوم ابنائي وبناتي؟ ستة شهور هو معصول حاولي. شتوي. هو ستة شهر. انا بزرعه في شهر عشرة. بيحصل في شهرة تلاتة او في شهر اربعة. ده المرحلة الاولى. طب لو انا عايز ازرعه كمارحة ان يقضي في الموسم التالي بقى. عشان كده يقولك ايه? البصل سناء الحول. ازرعه بقى في شهر عشرة في العام القادم. اللي هو ازرع البصل اللي هو منصفات خاصة دي اللي هو البصل الفتيل. علشان اخد منه ايه? علشان اخد منه البزور اللي هو اسمه الحبسود. حبا لما نرجع تاني لشكل الجزور في البصل نقول ان الجزور عرضية زي ما احنا كده هنشوف ان شاء الله. ونتكون الجزور اه من اه مجموعة كبيرة من الجزور التي تنمو رأسيا وافقيا في الارض. وتنمو لمسافة تلاتين الى تسعين اه سنطي. بعد كده اه نكمل مع بعض في عرض الصورة الموجودة اللي احنا هنعرضها عليكم اللي هو الازهار. الازهار في البصل خنسة. لما اجا اقول خنسة ابناء وابناتي يعني مكتملة كاملة. يعني ايه كاملة? يعني فيها اعضاء التسكير واعضاء التقنيس. طيب هنا بقى يبقى التلقيح ذاتي? اقول لك لا بتلقيح مش ذاتي. سؤال مهم جدا. ازا كنت انت بتقول لي ان الازهار خنسة. يعني الازهار مكتملة زي ما انت شايفين ابناء وابناتي على الصورة اللي موجودة قدامكو دلوقتي اللي هي الازهار. عبارة ايه? نورة خيمية كاذبة تحمل حوالي خمسين الى الفين زهرة. لونها ايه بقى ابيض بنفسجي والازهار خنسة. تحمل تحمل على حامل زهري. يبقى اللي بيحمل الازهار ايه? حامل زهري. هنا مهم اوي 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 ان انا اعرض لك الوان الازهار بتاعة البصل. ولما بقول لك تحمل 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 على حامل زهري. وتحتوي النورة على النورة الخنمية الخنمية اللي انا حولها لك اللي هي شكلها اهي. تحتوي على من خمسين الى الفين زهر. هذه الازهار تختلف في اللون. واللي انا عايز افصله واصصله واوضحه لك ابناء او لكو ابنائي وبناتي طلبة الصف السالس من المدارسة السنوية الزراعية. برنامج فن انتاج محاصيل الحق في الجزئية دي بالذات. اذا كانت هذه الازهار خنسة. يعني تحمل اعضاء التسكير والتأنيس. اذا هنا التلقيح تلقيح ايه. المنطق بيقول زاتي. او ما اقول لك لا والله. مش زاتي. طب ايه السبب يا استاذ. بص كده للسؤال المعروض قدامك وابنائي وبناتي. علل. رغم ان الازهار خنسة لا يتم التلقيح الزاتي في البسط. تقوله ليه? لان اه لنطقع حبوب اللقاح قبل الميسم. يبقى حبوب اللقاح تندق وتتناثر وتفقد والميسم لسه مهوش قابل لاستعداد حبوب اللقاح. وبالتالي لابد من حدوث التلقيح الايه? الخلطي. حتى تتكون الجزور. زي ما انتو شايفين. ابنائي وبناتي. هم صورة من الصور اللي انا عايز اعرضها لك لان احفصرها لك دلوقتي تفصيل. وحوضحها لك كل واحدة لوحدها. اللي هي اصناف البصل. والصفات الشكلية للبصل. والصفات التصدرية. او خواص او صفات هذا الصنف. جيزة ستة. هذا الصنف. صنف اه جيزة ستة محسن دهوت. يناسب الوجه الابلي. ويزرح فيه. وهذا الصنف يصلح للتصدير. ويصلح ليه التخزين. وآآآآ والتكفيف. ولا يجود زراعته بالوجه الايه? البحري. ليه? ليه صابته بالامراض. عندي صنف تاني اللي هو جيزة عشرين. وهو يحمل نفس صفات جانب صنف جيزة ستة. جيزة احمر. هذا الصنف صفاته ان الاشرة الخارجية لونها احمر غامق. وكمان لون اللح بتاعه احمر غامق. صنف جيزة ابيض. هذا الصنف لونه اه ابيض. زي ما احنا شايفين ابناء وبناتي كده. ولكن انا مش هكتفي بهذه الصورة. انا لازم اوضح لك ده توضيح واضح جدا جدا جدا. وهذا اه اللي احنا ان شاء الله حنتوقف عنده علشان نعد للقاء القادم بازن الله. ان شاء الله هنستعرض معاكم في هذا اللقاء القادم بامر الله تعالى. اصناف البصل والصفات الشكلية لالبصل. وما يتميز به كل الصنف الصنف الاخر. يبقى احنا كده ابناء وبناتي انتهينا من هذا اه لهذا الحد لهذا المحصول اللي هو صفات الصفات الشكلية لاصناف البصل. وكمان قلنا لكم الاهمال الاقتصادية لهذا المحصول. نكمل بعد كده باقي اصناف وباقي المعاملات الى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.